موسيقى عمل علماء الكونيات سول بيرل موتر وآدم ريس وبراين شميت بذأب ومن خلال فرق متعددة من الفلكيين على ملاحظة التغيرات في درجات اللون الأحمر واللمعان في 58 سوبر نوفا انفجار نجمي ووجد العلماء أن بقايا ما يقرب من كل أنواع الانفجارات النجمية من الفئة واحد ألف تتباعد بنسبة قدرها 15% على الأقل بأكثر مما ينبئنا به النموذج الحالي للتوسع الكوني وهذا يعني أن الكون مفتوح وأنه في حالة توسع إلى مال نهاية موسيقى إضافة بارزة تبنى على ما يمكن تسميته واحدا من أكبر الكشوف العلمية في القرن العشرين ففي عام 1929 تأمل رجل اسمه أدوين هابل السماء في حلكة الليل بمنظره القوي ولاحظ هابل شيئا غير عادي ما رأاه هابل من مرصده الواقع فوق قمة جبل في كاليفورنيا هو أن الكون الثابت الموثوق في ثباته ليس ثابتا على الإطلاق فقد لاحظ أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات عالية موسيقى في سورة 51 رس 47 المرحان قران تحدث عن ببعضة البعض الموثوق العرق بالجمال ويق tiny ببعض أن ذلك جعلته تأكبر أن نعلم ما يعرف عن أن الأفادة البعض الموثوق العالم للمشاهدات شيئكية دست Rajه and something that was only discovered in the last hundred years. ترجمة نانسي قنقر